دلوقتي مشاهدين بعد موجز لهم الأخبار مع منا شكرا شازلي التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية دور الجمعيات والكينات العاملة في إطار العمل الخيري التي تقدم المساعدات في المجالات التي تستطيع الحكومة الوفاء بها بمفردها وأعرب الرئيس السيسي خلال انطلاق المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي أعرب عن أمله في أن يشهد عام 2023 مزيدا من الجهود في مجال العمل الأهلي مشيرا إلى أن مصر تدفع ثمن الأزمات العالمية مثل باقي دول العالم كما طالب الرئيس السيسي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بإداءة أهمية خاصة للزراعة في مبادرات التي يطرحها للدعم المجتمع أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر تتابع التطورات السياسية والتنموية في الصومال جاءت تصريحات مدبولي خلال ترأسه جلسة مباحثات موسعة مع نظيره الصومالي حمزة بري بمقر مجلس الوزراء لبحث سبول تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة وأكد مدبولي تضامن مصر مع التحديات التي توجه مقدشو من جانبه أكد رئيس وزراء السومال أن بلاده لديها ثروة حيوانية تقدر بأربعين مليون رأس ماشية بالإضافة إلى ثمانية ونصف مليون هكتار أراضي زراعية معربا عن تطلعه للتعاون مع مصر في مختلف المجالات اجتمعت الحكومة البريطانية مع نقابة القطاع العام في محاولة لاحتواء اضطرابات متزايدة شملات قطاعات النقل والصحة للمطالبة بزيادة الأجور وعقب اللقاء رحب وزير الدولة البريطانية للسكك الحديدية هومي ريمان بالحوار البناء دون الإعلان للنقابة عن أي وقف لتحركها ويعاني النظام الصحي البريطاني ضغوطا كبيرة حيث يواجه نقصا في التمويل منذ سنوات وبعد وباء كورونا وينتظر المرضى سيارات الإسعاف لساعات قالت وزارة الدفاع البريطانية إن أوكرانيا تحتفظ بخطوط دفاعية مستقرة وتتتحكم بطرق الإمداد في مدينة بخمود مستبعدة أن تتوق القوة الروسية المدينة قريبا وأضافت وزارة الدفاع البريطانية أن روسيا تحاول الاستيلاء على بخمود من الشمال عبر السيطرة على مدينة السوليدار القريبة منها والتي باتت تسيطر على معظم مناطقها وتقع سوليدار في منطقة دوناتسك على مسافة نحو 15 كم من مدينة بخمود والتي كان عدد سكانها قبل العمليات العسكرية يبلغ 70 ألف نسمة وأصبح الآن مركزا للقتال قال المستشار الألماني أولاف شولتس إنه لا يزال مقتنعا بضرورة تنسيق تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا مع الحلفاء وذلك مع تصاعد الضغوط على برلين لإرسال دبابات ليوبار 2 إلى كييف وقال شولتس إن ألمانيا لن تتحرك بمفردها بشأن تسليم أسلحة لأوكرانيا وأكدا أن ألمانيا ستبقى دائما متحدة مع أصدقائها وخلفائها وأعلنت ألمانيا الأسبوع الماضي أنها ستزود أوكرانيا بعربات القتال مردير للمساعدة في صد القوات الروسية جاء هذا الإعلان في اليوم الذي تعهدت فيه الولايات المتحدة بتزويد كييف بعربات برادلي القتالية بعد يوم من إعلان مماثل من جانب فرنسا قامت قوات الأمن البرازيلية باعتقال نحو 1500 شخص من المشاركين في الاحتجاجات الأخيرة على نتائج الانتخابات الرئاسية في البرازيل والتي فاز فيها لولا دي سيلبا وقام الجنود البرازيليون بدعم من الشرطة بتفكيك المخيم الذي أنشأه المحتجون على نتائج الانتخابات منذ نحو شهرين أمام مقر القوات المسلحة البرازيلية في العاصمة برازيليا كان الرئيس لولا دي سيلبا قد تعهد بمحاسبة جميع المشاركين في أعمال الشغب والعنف أثناء اقتحام المباني الحكومية أصدر مسؤول الإطفاء أوامر إخلاء فورية لجميع سكان موتسيتو في وكالة كاليفورنيا الأمريكية وأجزاء من سانتا باربرا وغيرها من البلدات المجاورة وذلك بسبب ارتفاع مخاطر الفيضانات والانهيارات الأرضية بعد سلسلة من العواصف الممترة الغزيرة في الآونة الأخيرة وجاء تحذير الإخلاء الذي نشرته إدارة مكافحة الحرائق بعد خمس سنوات منهيارات أرضية وقعت في منحدرات التلال التي دمرتها حرائق الغابات ومنحدرات الوادي حول جنوب كاليفورنيا نهاية موجز التاسعة عودة لاستكمال باقي في قرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل